موسيقى حزمة العقوبات الأوروبية العاشرة تطال شركات إيرانية مرتبطة بدعم طهران للحرب على أوكرانيا الاتحاد البرلماني العربي يشكل وفدا لزيارة سوريا ويدعو لعودة دمشق إلى محيطها العربي موسيقى القضاء التونسي يصدر أوامر بحبس ساسة بتهم التآمر على أمن الدولة والحدث تحصل على أسماء الانقلابية موسيقى زلزال جديد بقوة 5.3 درجات يضرب وسط تركيا وتحضيراته من زلزال في اسطنبول موسيقى نشرة لأهم الأنباء من الحدث أهلا بكم في تصريح لافت يؤكد تقارير الأمريكية الاستخباراتية التي تضع وزير خارجية أمريكا السابق مايك بومبيو في قائمة الاستهداف الإيراني أكد أمير علي حاجي زادا قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني وجوب قتل كل القادة العسكريين الأمريكيين الذين أصدروا أمر تصفية قاسم سليماني حاجي زادا وفي مقابلة مع تلفزيون الإيراني قال أن قوات تسعى إلى قتل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ووزير خارجية مايك بومبيو بسبب تورطهما في الاغتيال الشركات الإيرانية بسبب علاقتها بروسيا وذلك ضمن حزمة العقوبات العاشرة ضد موسكو وجاء في بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي أن العقوبات تتضمن لأول مرة سبع شركات إيرانية لإنتاج الطائرات المسيرة التي استخدمها العسكريون الروس في النزاع مع أوكرانيا بما فيها استخدامها ضد البنية التحتية المدنية كما أوضح البيان أنه تم توسيع قيود التصدير لتشمل منظمات الحرس الثوري الإيراني التي تزود روسيا بالروبوتات المستخدمة لمهاجمة البنية التحتية المدنية في أوكرانيا وزارة الدفاع البريطانية أشارت إلى أن روسيا لم تستخدم المسيرات الإيرانية في حربها مع أوكرانيا منذ منتصف الشهر الجاري وبحسب بيانات الوزارة فأن القوات الأوكرانية تصدت لنحو 24 طائرة بدون طيار من طراز شاهد 136 في الفترة ما بين أواخر يناير وبداية فبراير ورجحت بريطانيا فرضية أن روسيا تشكو من نقصا في مخزون المسيرات الإيرانية وتسعى جاهدة لإعادة الإمداد رغم أن لديها سجلا جيدا في تدمير الأماكن المستهدفة قال لورد منطقة وينبلدن وزير الدولة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط اللورد طارق أحمد أن العقوبات التي تفرضها المملكة المتحدة على إيران تبعث برسالة قوية للقادة الإيرانيين بأن استمرار قمعها للمحتاجين ومواصلة استفزازاتها سيواجه بقوة وأضاف في مقابلة مع الحدث أن إيران وصلت لمستوى خطير في تعزيز قدراتها النووية ولكن بريطانيا وشركائها سيواصلون العمل على عدم امتلاك طهران لسلاح النووي ما تقوم به إيران ضد المتظاهرين أمر مفجح ونحن نفرض عقوبات تحد من عمل الأفراد والمؤسسات هذه العقوبات تبعث برسالة قوية لإيران بأن استمرار قمعها للمدنيين وكذلك استمرار دعم روسيا بالمسيرات في حربها على أوكرانيا سيواجه بقوة والآن هناك مسار خطير للغاية في مجال تخصيب اليورانيوم وتعزيز القدرات النووية الإيرانية لقد كنا واضحين منذ البداية لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي ولازم نواصل العمل على ذلك مع شركائنا وزير الدولة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط اللورد تاريق أحمد قال للحداث أن إيران مستمرة في زعزعة الاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط مضيفا أن العقوبات المفروضة عليها ستحد من قدرة إيران على السعيدين الاقتصادي والعسكري لقد شهدنا إلى جانب شركائنا في الخليج بأن إيران تواصل العمل على زعزعة الاستقرار في المنطقة رأينا أيضا أن إيران تشن حروبا بالوكالة عبر الحوثيين في اليمن نعمل مع شركائنا الرئيسيين على منع تدفق الأسلحة من إيران إلى وكلائها في المنطقة ما رأيناه هو عدم الأمن والاستقرار في المنطقة بسبب الاستفزازات الإيرانية وقد انتشر ذلك لأوروبا فالعقوبات لها تأثيرات قوية لأنها تحد من قدرة إيران على السعيدين الاقتصادي والعسكري من لندن معنا الكاتب والبحث السياسي الدكتور محمد القواص أهلا ومرحبا بك دكتور محمد معنا في هذه النشرة على قناة الحدث بداية العقوبات المفروضة اليوم من الاتحاد الأوروبي على سبع شركات إيرانية يوم أمس كان هناك أيضا موشة عقوبات صارمة من المملكة المتحدة ضد شركات دفاعية إيرانية وروسية كل ذلك كيف ممكن أن يؤثر على مسار المعركة في أوكرانيا؟ أحياتي لك طبعا هو الغريف الموضوع أنهم يفرضوا عقوبات على كيانات من الصناعات العسكرية وخصا تلك التي تصنع مسيارات اليوم بسبب الحرب في أوكرانيا وبسبب موقف هذا الأوروبي والغرب والمتاك المتحدة من أوكرانيا لم يفرضوا أي عقوبات ضد هذه الصناعات عندما كانت تستخدم ضد دول في المنطقة ولم يشعر أن لديهم أي واجب في هذا الشأن أعتقد أنهم غيروا رأيهم في الموقف من إيران بسبب دورها في أوكرانيا لأنه قبل ذلك كان الموقف دائما متفهما أو على علاقة جيدة مع إيران بسبب حرصهم على إنجاح الاتفاق النووي اليوم هذا الموقف البريطاني هذا الموقف الأوروبي المتضامن مع الموقف الأمريكي في تشديد العقوبات على إيران لكن لا أعتقد أن هذه العقوبات الجديدة بإمكانها أن تؤثر مباشرة وبالأجر القصير على إيران عرفنا عقوبات منذ عام 2018 حتى الآن واستطاعت إيران بشكل أو بآخر أن تتعايش مع هذه العقوبات لكن على الأقل الموقف البريطاني الموقف الأوروبي تغير وأصبح أكثر وضوحا وممكن أن يكون أكثر صدمية في القريب العاجل عندما نقول أكثر صدمية في القريب العاجل بأي معنى دكتور؟ هل ممكن أن تذهب بريطانيا والشركاء في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أبعد من موضوع فرض عقوبات فقط على كيانات وشركات؟ حتى الآن ليس هناك أي تفكير بالمعنى العسكري لماذا؟ لأن كل الموضوع الغربية مركزة على الحرف أوكرانيا ومسألة موجهة روسيا وبالتالي هم لا يريدون فتح جبهات لكن على الأقل إيران هي التي فتحت هذه الجبهة بمشاركتها الجهد العسكري الروسي في أوكرانيا وطبعا هذه المسيرات الإيرانية التي استخدمت في أوروبا وهي أوكرانيا وفي دولة عضو أو مرشحة تكون عضو في الاتحاد الأوروبي اعتبر هذا الخطر يمثل تهديد مباشر بالنظومة الغربية كانت المنطقة تقول أن إيران تزعزع استقرار المنطقة وأن الأسلحة الإيرانية تستخدم ضد السعودية ضد الإمارات وتستخدم أيضا ضد اليمنيين في اليمن تستخدم في العمليات الدعم بميليشيات هنا وهناك لكن هذا الغرب لم يتوانع عن تهميش هذه القصة لم يتحرك إلا عندما بدأت النار الإيرانية والمصنعة إيرانيا تمس الأمن الغربي سواء في أوروبا أو المتعلق بأوكرانيا لكن أن يذهب أكثر من ذلك ربما التهديدات الإسرائيلية التي بدأ يعبر عنها بتفاهم أوروبي وأمريكي ممكنها أيضا أن تعبر عن تغير المساج الغربي الأوروبي خصوصا زائرا وهذا مرتبط بتردد بريطاني وأيضا أوروبي بموضوع تصنيف الحرس الثوري على قوائم الإرهاب هل يريدون باعتقادك بقاء باب مفتوح لإمكانية عوضة المسار التفاوضي حتى على الملف النووي؟ هناك خطان الخط الأول هو متعلق بالتفاهمات أو الاتفاق النووي أو ما يجري في جينا هناك كثير من الضجيش حاليا حول اقتراب الأطراف إلى توقع هذا الاتفاق على الأقل إيران كل أسبوع أو أسبوعين تلوح بهذه المسألة وأن هناك تواصل وقنوات خلفية وأنه أصبحنا على أقراب قوسان أدنى من هذا الاتفاق لكن أكثر من ذلك هناك ضجيش آخر يقول أنه في حال نريد تفاهما مع النظام فنريد تفاهما مع عصد النظام وهو الحرس الثوري وكان بعض التلميحات تقول أنه في حال تتعرض أساسا النظام الإيراني لخطر الناف بالإمكان التفاهم مع الحرس الثوري وبعض التقارير الغربية قالت أن بعض الحرس الثوري وبعض البسيج لا يريدون الغرق مع النظام وبالتالي هناك تواصل من هذا النوع كل ذلك على سبيل العلامات الغير واضحة لكنها أيضا تفسر هذا الرصد حتى الآن على وضع الحرس الثوري في قوائم الإرهاب كما أنه الولايات المتحدة كانت نصحة على أقل في التقارير الأمريكية تنصح بريطانيا وتنصح الأوروبيين بعدم وضع هذا التشكيل العسكري على لوحة الإرهاب في أوروبا أيضا في تطورات تتعلق بمعلومات من الاستخبارات البريطانية تتحدث فيها عن قرب نفاذ مخزون روسيا من المسيرات التي تستخدمها في حربها في أوكرانيا هل لهذه العقوبات التي تفرضها بريطانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فيما يتعلق بموضوع تحديدا إنتاج الطائرات المسيرة يمكن أن يؤثر إلى هذا الحد نفاذ المخزون الروسي منها؟ وسيدتي ما اكتشفنا أن هذه المسيرات الإيرانية تستخدم جزئيات غربية تم شراء من الشركات الغربية والتالي هنا السؤال الكبير كيف تم لهذا التواطئ أن يكون ثانيا أن نفرض هذه العقوبات بإمكانه منع هذه الشركات من تزيد إيران بهذه الجزئيات الإلكترونية أو غير ذلك العلاقة والتكنولوجيا المسيرات لكن على الأقل هي تسبب ضغوط لكنها لن تسبب قطيع معينة في القريب العاجل المسألة تستحق أو تحتاج إلى وقت أكبر من ذلك روسيا تشكو من نقص المسيرات لا نعرف إذا كان هذا الشك أو علاقة بضعف التزود الإيراني في هذا الشام أن إيران أو الصناعة الإيرانية بدأت أيضا تشكو من ضغوط المعينة وبالتالي لم تستطع أن تنتج هذه المسيرات خصوصا أن إيران لم تكن بوارد إنتاج مسيرات من أجل خوض حرب بهذا المستوى كانت هذه المسيرات ممكن استخدامها لصالح هذه الميليشيات أو تلك ليس لصالح حرب بهذا الحجم بين روسيا والمنظومة الغربية ولو بشكل غير مباشر أشكرك جزيلا شكرا على كل هذه الإضاحات من لندن كنت معنا الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد القواز شكرا جزيلا لك وزعت قوات التحالف الدولي في المنطقة المحيطة بقاعدة التنفي المسمات بمنطقة 55 كم وزعت مناشير تحفز السكان على الإبلاغ عن أي معلومات تفيد في العثور على مكان المسيرات وأسلحات الدفاع الجوية الإيرانية في البادية السورية وذلك لقاء مكافآت مالية ونقل المرصد السوري عن عناصر يعملون مع التحالف الدولي أن المكافآت المالية المقدمة لتلك الغاية ستكون سخية أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن ميليشيات عراقية موالية لإيران تستغل حركة عبور شاحنات المساعدات الإنسانية القادمة من العراق إلى سوريا لغاثة المناطق المتضررة جراء الزلازل من أجل نقل عناصرها في اتجاه سوريا وتعزيز وجودها وقال المرصد نقلا عن مصادر أن جميع من يرافقون شاحنات المساعدات الإنسانية والتي تعبر من العراق إلى سوريا يدخلون دون أي وثائق رسمية ولكن تحت مسمى سائقين للشاحنات وعمال لتفريغ حمولتها وكان المرصد رصد قبل ثلاثة أيام دخول ثمانية وستين شاحنة مساعدات بينها ثلاثة صهاريج محملة بالوقود أرسلتها ميليشيات عراقية موالية لإيران عبر معبر البوكمال الحدودية مع العراق أحبط الجيش الأردني محاولة تهريب بأسلحة وقنابل يدوية بواسطة مسيرة مفخخة قادمة من سوريا وقال مصدر عسكري في القوات المسلحة الأردنية أن المسيرة القادمة من سوريا بطريقة غير مشروعة تم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية موضحا أنه تم العثور على بندقية وأربعة قنابل يدوية وتبين أنه تم أعداد طائرة مسيرة بطريقة مفخخة في حال تم ضبطها من قبل عناصر حرس الحدوث الزميل عماد العضايلة كان في وقت سابق برفقة الجيش الأردني على الواجهة العسكرية الشرقية على الحدود مع سوريا وأعدت تقرير التالي لا يشهده الجانب السوري من انفلات أمني وتغلل للنفوذ الإيراني وميليشيات حزب الله وجب على الأردن تكثيف قبضته الأمنية على حدوده مع سوريا نرصد برفقة الجيش أي حركة مشبوهة من الجانب السوري من أقرب نقطة على الحد الفاصلي بين البلدين عمليات تسلل ومحاولات لتهريب الأسلحة والمخدرات تصل أحياناً لثلاثة عشر عملية في اليوم الواحد ويصل عدد عناصر التهريب أحياناً إلى مئتي شخص للعملية الواحدة حقيقةً ومع هذه الهجمات الشرسة بكمها ونوعها وأهدافها في إغراق العالم بالمخدرات تغيرت قواعد الاشتباك إطلاق النار على كل من يقترب من الحدود وفيما تعد سوريا بؤرة لتصنيع المخدرات تعتبر محافظة درع الجنوبية مركز ثقل لإنتاج مادة الكيبتاغون بإشراف إيراني وعناصر من حزب الله وتحت رعاية النظام السوري ممثلاً بالفرقة الرابعة نظام يسعى بحسب مراقبين إلى تصدير أزماته الداخلية للخارج واستغلال نفوذه في ظل عوزي وفقر وجوع الشباب السوري تشرتنا مستمرة وفي أيضاً بعض الفاصل تشكيل وفد برلماني عربي لزيارة سوريا أسقطت القوات الحكومية يسعى ميليشيا أيضاً العائلات من التوجه إلى حضاء نتهم ميليشيا الحوثي بقتل هؤلاء الضحايا صنع القرى لا يتم في صنعاء ولا في صعداء هل فعلاً المجتمع اليمني على وشك ثورة ضد هذه الميليشيات؟ ما يحدث الآن من قبل الحوثيين هذه رسالة موجهة للمجتمع الدولي ميليشيا الحوثية تحاول الضغط على الحكومة اليمنية للقبول بشروطها التعجيزية لتمديد الهدنة هذا ما يستطيعون فعله مع هذه الميليشيا الانقلابية عبد الدول تريد إطالة أمد الصراح لسنا مستعدين أن نرز الأبناءنا إلى المدارس لكي تدرسهم ميليشيا الحوثي فقافة السيد لن تكون هناك ثورة إلا من داخل صنعاء نحن في تعز نعيش حالاً من الهلع ميليشيات لا تختلف في سنوكها عن جماعات أخرى صنفت إرهابية لماذا الميليشيات الحوثية لا أحد العالم يتغير من حولنا بإيقاعات بتناغم كل شيء متقلب كل إبطاء يعقبه تساله ما هي أهمية هذه العملية العسكرية؟ فالمعلومات متغيرة في كل ذانية بإيقاعات أبدأ بهذا العاجل الآن فما تعرفه بالأمس يصبح ماضياً اليوم ناكستير قد أعطي مصرحة المستقبل سيطلع الالم يرغب من المستقبل فليكي تبقى على اتلاع طلب إيران بحضم التدخل أنه طوالين ينبرلين ورسلت الحدث عنه هذه هي التفاصيل التي نشرت حتى هذه لماذا برأيكم؟ الحدث تفاصيل حدوثه منذ البداية أهلا بكم من جديد قال رئيس اتحاد البرلمانات العربية ورئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي في البيان الختمي للقمة البرلمانية المنعقدة في بغداد قال أن المجتمعين في القمة يؤكدون على دعمهم عودة سوريا إلى محيطها العربي وتشكيل وفد من الاتحاد البرلماني العربي لزيارتها والتضامن معها عقبة الزلزل المجتمعون تضامنهم مع شقيقة سوريا وتشكيل وفد من اتحاد البرلماني العربي للتأكيد على دعمها والوقوف مع شعبها واستمرار تقديم الإمكانات اللازمة للوقوف مع الأشقاء السوريين بعد حادث الزلزال الذي أصاب عددا من المدن والقرى فيها وضرورة العمل العربي المشترك على كافة المستويات لعودة سوريا إلى محيطها العربي وممارسة دورها في الساحات العربية والإقليمية والدولية من بغداد معنا مراسل حدث سامر الكوبيسي سامر أهلا بك وتطلعنا على كل التفاصيل المتعلقة بالبيان الختمي للمؤتمر الذي كان في بغداد اليوم للبرلمان العربي في البداية مساء الخير ربا فعلا انتهى المؤتمر الرابع وثلاثون لاتحاد البرلمانات العربية بالبيان الختمي الذي ألقاه محمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي ربما من أهم المخرجات هو الاتفاق والإجماع العربي على عودة سوريا إلى الحظن العربي وستكون هناك طبعا زيارة من خلال وفد من اتحاد البرلمانات العربي ممثلا عن جميع الدول العربية بالاتفاق حول زيارة سوريا للوقوف أولا معها بسبب ما حدث من الزلزال وربما باتفاق سياسي لعودة سوريا ربما من خلال هذا بحسب المصادر طبعا من خلال هذا المؤتمر مؤتمر اتحاد البرلمانات العربية للعودة ربما إلى حاضنة أو عودة إلى مقعدها في جامعة الدول العربية يضاف إلى كل هذا استمرار الحوارات بين الدول العربية يضاف إلى رفض التطرف الديني من قبل جميع المتواجدين في هذا المؤتمر يضاف لها مجموعة من الاتفاقات الضمنية والثنائية من أجل ربما ملف المياه ملف الاقتصاد ملف مواجهة الأزمات الاقتصادية بالاتفاق بالذهاب طبعا إلى المجتمع الدولي بمعنى يجب أن يكون هناك موقف موحد عربي اتجاه القضايا الدولية ربما القضايا الاقتصادية هي الأهم بما يخص طبعا البرلمانات العربية ربما ينعكس حتى على الحكومات بالتالي المجتمعون أكدوا على وحدة الصفء العربي اتجاه قضايا مهمة وأيضا القضية الفلسطينية كانت حاضرة في أجندة هذا الاجتماع أيضا فيما يتعلق بالموضوع السوري هل هناك توقيت محدد مثلا لزيارة الوفد البرلماني العربية أو أي تفاصيل بهذا الشأن ربما مواضيع التفاصيل فيما اتفق عليه رؤساء البرلمانات العربية والممثلين حتى على البرلمانات العربية سيناط باللجان الفنية التي ستتفق ربما غدا أو بعد غد من خلال الاجتماعات الثنائية التي ستحدث أو المرتقبة من قبل اللجان البرلمانية هي التي ستحدد متى سيكون المؤتمر الثاني ومتى سيذهبون إلى سوريا وكيف ستطبق هذه المخرجات التي خرج بها المجتمعون على مستوى رؤساء البرلمان وحتى الممثلين عن رؤساء البرلمان الذين اجتمعوا اليوم وكان البيان الختامي على لسان محمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات والتفاصيل من بغداد كنت معنا مراسل حدث سامر الكوبيسي ومن أربيل ينضم إلينا الدكتور مهند الجنابي الناشط الحقوقي وأستاذ العلوم السياسية دكتور مهند أهلا ومرحبا بك معنا في هذه النشرة على قناة الحدث ما أهمية مخلصة اليه البيان الختمي للقمة البرلمانية التي عقدت في بغداد خاصة في الجزئية المتعلقة بدعم عودة سوريا إلى محيطها العربي والجامعة العربية بطبيعة الحال مساء الخير أستاذة ربوات حياتي لجنابك الكريم والسادة المشاهدين بداية فيما يتعلق بالوفد الذي سيزور سوريا المعلومات المؤكدة التي وصلتني حتى الآن بأنه يوم غد سيشهد زيارة وفد من اتحاد البرلمانات وربما يكون برئاسة سيد محمد الحلبوسي رئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس مجلس النواب العراقي فيما يتعلق أيضا بمخرجات هذا المؤتمر أعتقد بأنه النجاح هذا المؤتمر ينعكس على تحقيق حالة الإجماع العربي في إقناع الدول العربية بالمقاربة العراقية عودة سوريا هي مقاربة عراقية جاءت عن طريق التكامل ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال الدورة النيابية السابقة بان حكومة سيد مصطفى الكاظمي وأيضا بدعم من قبل السيد محمد الحلبوسي رئيس البرلمان وهي ممتدة حتى الآن وحتى حكومة السيد السوداني هي أيضا تنطلق من هذه المقاربة نتذكر مشروع الشام الجديد في إطار التعاون الثلاثي بين العراق ومصر والأردن كانت هناك دعوة جادة إلى عودة سوريا والاندماج في المنطقة العربية العمق العربي الذي استطاع أن يحقق حالة التوازن في علاقات العراق مع إيران على أمل أن يفك الارتباط بالكامل أنا أعتقد بأن هذه هي المقاربة العراقية أنه مسألة عودة سوريا ومحاولة احتواء سوريا من الممكن أن يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي وتخفيف الضغوطات الإيرانية والتدخلات الإيرانية في ركائز إيران الإقليمية وهي العراق وسوريا ولبنان بالتالي أنا أتصور بأن هذه المقاررات وإذا نجحت الوفود في تحقيق أهدافها وما ينعكس مستقبلا على الاستجابة السورية أنا أعتقد بأنه سيسهم في استعادة حالة التضامن وأيضا في التأثير على الاستقرار الإقليمي إيجابا وتخفيف الضغوطات والتدخلات الإيرانية بعض الدول العربية كما تحدثت وخاصة أيضا العراق لديهم هذه المقاربة فيما يعتقد بأنه من الممكن عودة سوريا إلى محيطها العربي وكفية إيران أو تحديد وتحجيم التدخل الإيراني في سوريا إلى أي مدى تعتقد بأن الأرضية اليوم هي مهيئة لمثل هذه الخطوة خاصة من قبل إيران نحن لازم نتابع الكثير من التطورات التي تتعلق باستمرار إيران بتزويد الميليشيات بالأسلحة والتهريب حتى من طريق العراق مثل هذه الخطوة إلى أي مدى تعتقد بأنها ممكن أن تحد من ذلك في المرحلة المقبلة بكل تأكيد التحديات كبيرة التحديات والتدخلات الإيرانية هي مؤثرة بشكل فاعل لكن أنا أعتقد بأنه العوام الثلاث الماضية ما حصل في العراق من متغيرات سياسية وفي توجهات السياسة الخارجية وإعادة دور العراق على المستوى العربي أنا أعتقد بأنه ساهم بالتخفيف إلى الحد الأقصى من تأثيرات إيران على القرار السياسي في العراق إذن نحن أمام حالة هي أشبه بحالة الانكفاء الإيراني على المستوى الداخلي صحيح أنها لا تزال فاعلة في بعض المجالات لكن المزاج العام القرار السياسي العراقي هو يذهب نحو المصلحة الوطنية العراقية أكثر مما كان يرتبط بالسياسة الإيرانية أقليميا فيما مضى هذا النجاح الذي تحقق على مستوى العراق أنا أعتقد بأنه إذا ما ترجم على أرض الواقع على الأرض السورية وكانت هناك استجابة حقيقية والآن هي سوريا هي بحاجة إلى الدول العربية وبحاجة إلى الدعم العربي على مستوى إعادة العمار على مستوى إنهاء الحرب المستمرة لأكثر من عقد من الزمان بالتالي نعتقد بأنه سوريا والشعب السوري هو بحاجة إلى أن تستجيب الحكومة السورية وإلى أن تعود إلى حالة التوازن في علاقتها وعدم المضي والاستمرار بأن تكون ركيزة لسياسة إيران الإقليمية نعتقد بأنه حتى الآن ما يقدم عربيا هو نعم تفضل أكمل دكتور هذه الفكرة يعني ما يقدم عربيا نعتقد بأنه كافي إلى أن يساهم في هذا الدعم تبقى الاستجابة على مستوى سوريا وسوريا هي أيضا بحاجة كما ذكرت إلى هذا الدعم أملا في تحقيق هذا التوازن الذي من الممكن أن يفضي إلى تفكيك أركان النفوذ الإيراني في المنطقة وانعكاز ذلك إيجابا على الوضع الإقليمي والاستقرار الإقليمي والانطلاق في مرحلة إعادة العمار الشام في وقت سابق أيضا الولايات المتحدة الأمريكية كانت تردد في أكثر من مناسبة أنها ضد عملية التطبيع مع النظام أو عودة العلاقات إلى مصارها الطبيعي بوجود النظام السوري كيف تكون المقاربة العراقية مع الولايات المتحدة بهذا الشأن برأيك؟ بتصوري بأن المقاربة انطلقت منذ قمة بغداد الثلاثية وتبع ذلك أيضا مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون وحتى الآن هي الحكومة سائرة على مستوى السياسة الخارجية على مستوى عودة العلاقات مع الدول العربية والشراكة الاستراتيجية أمنيا واقتصاديا بالتالي نعتقد بأنه هناك مساحة واسعة للحكومة العراقية لفرض رؤاها وتصوراتها على الإدارة الأمريكية وأيضا فيما يتعلق المصلحة الوطنية العراقية العلاقة مع سوريا هي لم تنقطع رغم القطيع التي شهدها النظام السوري تحديدا مع أغلب الدول العربية لكن العلاقة مع بغداد كانت مستمرة التمثيل الدبلوماسي مستمر الزيارات هي أيضا كانت مستمرة هي كانت في إطار المحور الإيراني لكن عندما تحصل متغيرات في بغداد وهناك استقلالية نوعا ما في القرار السياسي عن النفوذ الإيراني وعن التأثير الإيراني بكل تأكيد نعتقد بأنه صانع القرار العراقي قادر على فرض الأجندات الحقيقية والمصلحة الحقيقية على الإدارة الأمريكية سيما وأنها تصب في الاستقرار الأقليمي وعدم التقاطع مع المصالح الأمريكية إذا كانت هناك ملاحظات أو هناك خطوط حمراء تفرضها الإدارة الأمريكية نعتقد بأنه هناك مساحة واسعة الفرصة في تعزيز الاستقرار الأقليمي عندما تسحب سوريا جغرافية وحكومة من دائرة النفوذ الإيراني والهيمنة الإيرانية أعتقد بأنه هذا سيحظى بالدعم الدولي وليس بالدعم الإقليمي على مستوى الدول العربية أشكرك جزيلا شكرا على كل هذه الإضاحات كنت معنا من أربيل دكتور مهند الجنابي شكرا جزيلا لك وخلال القمة البرلمانية العربية التي استضافتها بغداد دعا رئيس مجلس النواب الليبي إلى تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا تحت رعاية ورقابة دولية وأشار عقيل صالح إلى أن البرلمان هو الجهة التشريعية الوحيدة ويسعى الآن لسياقة قوانين تسمح لجميع الليبيين الترشح للانتخابات والقرار للشعب لمن يحكمه إننا لا نتبع الأهواء والأمزجة ومصلحة الليبيين بالنسبة لنا فوق كل احتبار تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في ليبيا يستوجب تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة تحت رقابة ورعاية دولية ونسعى حاليا إلى صيغة القوانين توافقية بين الأطراف تنال قبول الجميع من خلال منح حق الترشح لكل الليبيين دون إقصاء أو تهميش تحقيقا لما تم الاتفاق عليه كمبدأ للحل وهو أن تذهب كل أطراف النزاع إلى صندوق الاقتراح ليقرر الشعب الليبي من يحكمه ويخدمه في انتخابات نزيهة عقيل صالح أكد أن الانتخابات الليبية المقبلة لا بد أن تجرى تحت إشراف حكومة موحدة مشيرا إلى أن البرلمان يعمل على تشكيل سلطة تنفيذية موحدة قادرة على دعم المفوضية الوطنية العلية للانتخابات ومصاندتها وتحقيق المصالحة الوطنية نعمل على تشكيل سلطة تنفيذية موحدة قادرة على دعم المفوضية الوطنية العلية للانتخابات ومساندتها أمنيا ولوجستيا وتوفير حياة كريمة للليبيين وتيسير سبل الحياة وتحقيق المصالحات الوطنية وترعى حقوق الأقاليم التاريخية في المشاركة السياسية وإدارة البلاد والثروة والأهم بإخراج القوات الأجنبية بمختلف جنسياتها من البلاد ووقف التدخل الأجنبي أيها السادة مجلس النواب الليبي هو الجسم التشراعي المنتخب الوحيد المحترف به دوليا ويملك دون غير صلاحية إصدار القوانين والتشريعات ومنح الثقة وسحبها من السلطة التنفيذية وكذلك التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية وإن أي محاولة للقفز على هذه الصلاحيات والاقتصاصات أو تعطيل عمل مجلس النواب من أي جهة كانت يعد احتداء على صلاحيات واقتصاصات أي برلمان منتخب في القمة البرلمانية العربية أيضا قال رئيس البرلمان اليمني أن اليمن يواجه ميليشيا منفلتة تدعمها إيران التي تزودها بالمسيرات والأسلحة لقتل اليمنيين نواجه جماعة منفلتة من موافق الحرب وأخلاقياته وقوانينه الدولية وتتكي على دعم عسكري ومالي خارجي من قبل إيران فمن الطائرات المسيرة إلى الصواريخ البالستية إلى مختلف أسلحة وأدوات الدمار تزود بها من قبل إيران جماعة منفلتة لا تتورر عن استخدام تلك الأسلحة في قتل المدنيين وقصف المنشآت المدنية والاقتصادية مثل ما أقدمت على قصف مطار عدن الدولي بإرادة إرهابية غايتها تفقير الطائرة التي تقل رئيس وأعضاء الحكومة ومواطنين بصاروخين إيرانيين فضلا عن قيامها بقصف موانئ المخى وشبوة وحضر موت بصواريخ ومسيرات إيرانية علما أنها موانئ مدنية متخصصة لنقل وإفراغ البضائع والسلح كما أنها تحاصر مدينة تعز في اليمن تعيش عشرات الأسر النازحة من الفئة الأشط فقرا حياة مأساوية بالقرب من مجرى السيول في مخيم المقاهية في منطقة الضباب غربي مدينة تعز وتعتمد غالبية تلك الأسر النازحة على عملية التصول لجلب الغذاء منذ أن هجرتهم الميليشيات الحوثية قبل أعوام من منازلهم هجرتهم من منازلهم من مناطق الربيعي وحضران غرب المدينة ويتهدد حياة هذه الأسر السيول المتدفقة من الجبال إلى جانب المجاعة والفقر التي يعيشونها ليس في المنزل ما يؤمن معيشتها ليوم واحد سوى ماء تغليه على النار لصناعة الشيء هكذا بدى وضع الحج والية مع مئات الأسر المهمشة النازحة في مخيم المقاهية بمنطقة الضباب في تعز بعد أن هجرتهم الميليشيات الحوثية من منازلهم في الربيع الغربي المدينة تهجير دفعهم للعيش في مجرى السيول بحال معيشي أسوأ من ذاك الذي يعيشه فقراء البلد في مخيمات مهترئة وتحت بنايات آيلة للسقوط يعيشون الخوف والمجاعة منذ خمسة أعوام من التهجير أكثر من 350 أسرة نازحة في المخيم هذا فقط تعتمد غالبيتها على التسول لجلب الغذاء أما البعض منهم فيأتون بقوط أطفالهم يومياً من مكب النفايات هكذا إذن وقبل أن تضعهم ميليشيات الحوثي في الحال المأساوي هذا عمدت على استهدافهم بطلقات نارية باغتتهم ذات ليلة إلى المنازل فقتلت وجرحت العشرات ووضعت آخرين منهم في إعاقة دائمة الحال نفسه يطال آلاف النازحين الذين هجرتهم الميليشيات الحوثية من منازلهم إلى مخيمات الضباب والبيرين والكدحة ومقبنة في ريف تعز الغربي بالقرب من مجرى السيول إذن تعيش أكثر من 400 أسرة يمنية في منطقة الضباب حياة مأساوية صعبة بعد أن هجرتهم ميليشيات الحوثي الإنقلابية من منطقتين ربع وحذران غربي المدينة حياة يفتقرون فيها لأبسط مقاومات العيش كالماء والغذاء والدواء هل سعيد الحدث تعز نشرتنا مستمرة وفي أيضاً بعد الفاصل أوامر قضائية في تونس بحبس ساسة التآمر على الدورة دعت حركة النهضة للتظاهر اليوم لإحياء ذكرى سقوط نظام زين العابدين بن علي عام 2011 ما هي المعايير التي على أساسها أعطت وزارة الداخلية ترخيص للتظاهرات دون سواها؟ قوات العلم ستكون موجودة لأن هناك أطراف غايتها بث الفوضى غايتها افتعال الأزمات هل نتحدث عن شكل مختلف بهذه التحركات؟ كيف تبدو هذه الدعوات بالنسبة للأحزاب السياسية؟ ما الذي يحضر لها اتحاد الشغل؟ هذا من الناس اللي قاعدة دمرة في الدولة في السياسية والخوانة والعملاء ما عندهم مشبكات في كيف أكثر من تحرك احتجاجي أكثر من مظاهرة هنا في شارع الحبيب بورقيبو للأسف يعني الاتحاد تكون موجودك حاضعاً دوره يعني إلى ماذا تشير؟ هل هو يحرك من جهة ما مثلا؟ حالة من الاحتقان احتقان دون قدرة على الحسم هي طفولة لا تعرف الحروب العنف القسوة لا تعرف الكراهية لكنها تدفع ثمن كل ذلك أهلاً بكم من جديد إلى الشأن التونسي أصدر القضاء المتخصص في مكافحة الإرهاب في تونس أمراً بسجن أميني عام الحزب الجمهورية المعارض عسام الشابي وذلك ارتباطاً بقضية التأمر على أمن الدولة وكان القضاء أصدر في القضية ذاتها أمراً بسجن رجل الأعمال النافذ كمال لطيف القيادي في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي والنشطة السياسي خيامة توركي اشتركوا في القناة هذا وحصلت الحدث على قائمة المتهمين ونسخة من قرار فتح بحث في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس باتهامات الجرائم الإرهابية والتأمر على أمن الدولة الداخلي والانقلاب على الرئيس قيسة صعيد موسيقى 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 من العاصمة التونسية ينضم لينا مراسل الحدث وليد عبد الله وليد أهلا بك ما هي التفاصيل الأوامر القضائية بسجن كل المتأمرين في عملية الانقلاب على الرئيس قيسة صعيد موسيقى موسيقى مساء الخير الجديد في هذه القضية هو ارتفاع عدد المدعين بالسجن إلى حدود هذه اللحظة إلى تسعة بعد إزدار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بطاقة إدعا بالسجن في حق السياسي الأمين العام السابق لطيار الديمقراطي والمحامي غازي الشواشي بعد إزدار بطاقة إدعا بالسجن أيضا في القيادة في جبهة الخلاص رضا بالحاج وكمال الطيف وخيام التركي وعدد من السياسيين ورجال الأعمال والقياديين بجبهة الخلاص يعني منذ الليلة الماضية إلى حدود فجر اليوم تتواصل عملية التحقيق وتسع بطاقات إدعا بالسجن من قبل قاضي التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب من أصل ستة عشر شخصية على الأقل وفق التسريبات التي حصلنا عليها متهمون في هذه القضية قضية التآمر على أمن الدولة وشخصية بيرنار ليفي المثيرة للجدل عراب الفوضى في الوطن العربي والمشمول بالبحث وربما قد تصدر فيه بطاقة جلب على ذمة هذه القضية وكل من سيكشف عنه البحث إلى حدود هذه اللحظة هو في الحقيقة تحول هذه القضية من الطور البحث لدى الفرق الأمنية إلى قطب مكافحة الإرهاب وفي حديثنا مع مختلف المتابعين لهذه القضية الخطيرة وفق القانون التونسي يؤكدون أنه مع إزدار بطاقات إدعا بالسجن فأن القضية والشبهة أصبحت مكتملة الأركان ويبدو أن قاضي التحقيق قد توفر لديه من المعطيات وربما الأدلة على ثبوت هذه الجريمة وتورط المشمولين على الأقل الآن المدعين بالسجن فيها وتنص هذه القضية على أن هناك محاولة لقلب نظام الحكم والاعتداء على الأمن الداخلي للدولة والقيم بجرائم إرهابية ماسة من سلامة التراب التونسي داخل تونس وخارجها وتخابر معاجهات أجنبية نهيك عن التحرك لإفراغ الأسواق التونسية في ظل هذه الأزمة الاقتصادية وشح الموارد الأساسية من المواد التي يحتاجها التونسيون وفق مخطط ما أدروس لإثارة البلبلة وإثارة الرأي العام والإقلاب على الرئيس قيسس عيد وتعويذه بالشخصية المحورية وفق المعطيات الأولية المشمولة بالبحث والمودع بالسجن خيامة تركي في علاقة بحركة الرهضة وجبهة الخلاص وكل المتورطين إلى حدود هذه اللحظة في هذه القضية نعم أشكرك جزيلا شكر بالتأكيد سنتابع معك أي تطورات في هذا الموضوع من العاصمة التونسية كنت معنا مرسل الحدث وليد عبدالله شكرا لك من تونس أيضا ينضم إلينا القانوني والمحلل السياسي عبد الحميد بن مصباح أستاذ عبد الحميد أهلا ومرحبا بك معنا في هذه النشرة على قناة الحدث بداية هذا القرار من القضاء التونسي بسجن أمين عام الحزب الجمهورية المعارض عصام الشابي وأيضا أسماء أخرى هل هو قرار نهائي ماذا يترتب عليه قانونيا في المرحلة المقبلة قرار قاضي التحقيق المتعاهد قاضي التحقيق تعهد بموجب إحالة من النيابة العمومية بجريمة مندرجة ضمن قانون الأرهاب وجريمة الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي ومحاولة تغيير هيئة الدولة لقاضي التحقيق وفقا للقانون التونسي أن يصدر بطاقة إيداعا بالسجن وفق شروط موضوعية وذاتية تحددها القانون النافذاء وأساسا وجود شبهة جدية لارتكاب ذي الشبهة للجريمة موضوع النص الإحالة من الناحية النظرية فإن إصدار قاضي التحقيق لبطاقة إيداعا بالسجن تعني وجوبا توفر قراءا متظافرة لارتكاب المشتبه بهم للجريمة موضوع النص الإحالة ولكن لا يمكن لنا أن نجزم قطعا بتوفر هذه أضاء الشروط وبتوفر ما يكفي من أدلة وحجج بالنظر أولا إلى أننا أنني شخصيا لم أطلع على الملفات والمحاضر وثم من جهة ثانية أن النيابة العمومية أو أن السلطة القضائية بصفة عامة قد صمتت طوال هذه المرحلة عن إنارة الرأي العام على الأقل بالخطوط العريضة لهذا الملف لماذا؟ ما الهدف من ذلك؟ ما الهدف من ذلك؟ في وقت سابق لما يتم نشر مثل هذه الحقائق والتوقيت في هذه المرحلة؟ هل له حسابات خاصة لدى الرئيس قيس الصعيد؟ الجميع تقريبا إذا ما سئل هذا السؤال يجيب بالإجابة النمطية التقليدية وهي سرية البحث باعتبار أن القانون التونسي يفرض السرية في التعاطي مع الملفات في مرحلة ما قبل المحاكمة ولكن هذا المقول ربما يرد عليه بمقولين أو أكثر أولا أن هناك تقليد قديم في تونس وقد اعتدناه وهو أن النيابة العمومية تصرح إذا ما تعلق الأمر بملفات تهم رأي العام أو تصرح إذا ما تعلق الأمر بملفات كبرى ثم المسألة الثانية أن حتى في القوانين المقارنة في حالات كهذه الحالة إذا ما تعلق الأمر بملفه مساس بأصص الدولة فإن مسألة سرية الأبحاث العادة ما تتجاوز وأن السلطة القضائية تنقل ليس تفصيليا ولكن على الأقل الخطوط العريضة لهذه الملفات في تقاطعاتها ثم المسألة الثالثة ذات الأهمية أيضا أن صمت السلطة القضائية قد فتح الباب بمصراعيه أمام محامي ذوي الشبهة لكي يدلوا بدلوهم دون أن يعارضوا من قبل غيرهم بما توفر لديهم وبهذه الصورة فإن الحقيقة تصبح حقيقة ذات وجه واحد وهو ما لا يستقيم في تقديري في ملف كهذا الملف وبخطورة هذا الملف وبالنظر إلى الأشخاص المشمولين فيه كيف ستتعامل السلطات القضائية في تونس مع هذا الملف؟ يعني اليوم عندما نتحدث عن فتح بحث في القطب القضائي بموضوع مكافحة الإرهاب في تونس وتأمر على أمن الدولة الداخلي والانقلاب على رئيس قيس الصعيد قضائيا المؤسسات القضائية التونسية كيف ستتعامل مع هذا الملف برأيك؟ قال التحقيق المتعهد تعهد بهذا الملف وهو قائمة حسب ما تردد تضم 17 اسما وكذلك كل من سيكشف عنه البحث وقد أصدر بطاقات إداع في 9 من أصل المشمولين بالبحث أن ينتظروا في المرحلة القادمة أن يتولى استنطاق بقية المشمولين بالبحث وله أن يدعهم بالسجل كما له أن يبقيهم في حالة صراح وأيضا أيديه أو يده مطلوقة أيضا لكي يستدعي ويستنطق كل من يرى فائدة في بحثه أو كل من سيكشف عنه البحث وقد ألفنا في ملفات كهذه أن الأبحاث تنطلق بعدد محدود ثم من خلال العمليات الاستنطاقية والعمليات الاستقرائية العادة أن القائمة تتزايد وتنظف أسماء أخرى إلى القائمة الأصلية هذا ما سيكشف عنه في الأيام وربما أيضا حتى في الساعات القليلة القادمة بالنظر إلى أني أعتقد أن هذا الملف سيكون مدار اهتمام سواء من قبل الجهات القضائية أو حتى من قبل الجهات السياسية أشكرك جزيلا شكرا على كل هذه المعلومات والإضاحات من تونس كنت معنا القانوني والمحلل السياسي عبد الحميد بن مصباح شكرا جزيلا لك إلى موضوع الزلازل أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي بوقوع زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس رختر وسط تركيا فيما لم ترد تقارير على الفور بشأن وقوع خسار نتيجة الهزة الأرضية في الوقت ذاته علنت أيضا إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن زلزالا بنفس القوة هزى ولاية نقدة جنوبية البلاد ويأتي ذلك بعد أن ارتفعت في حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا إلى ما يزيد عن 44 ألف قتل خلال الأيام التي تلت الزلزال المدمر في تركيا حدثت عدد ظواهر لا يوجد لها تفسير آخر تلك الظواهر الغريبة ما حدث في مدينة قونيا التركية حيث رصد سكا منطقة الرشادية حفرة عملاقة تشكلت فجأة وتبلغ مساحة الحفرة 1400 متر بعمق 12 مترا وقطر 37 مترا ما أثار المخاوف من ارتباطها بالزلزال والهزات التي تضرب ولاية تركيا عدة على مدى الأسبوعين الماضيين وفي ختم هذه النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها حزمة العقوبات الأوروبية العاشرة تطال شركات إيرانية مرتبطة بدعم طهران للحرب على أوكرانيا الاتحاد البرلماني العربي يشكل وفدا لزيارة سوريا ويدعو لعودة دمشق إلى محيطها العربي القضاء التونسي يصدر أوامر بحبس ساسة بتهم التآمر على أن الدولة والحدث تحصل على أسماء القلابين زلزال جديد بقوة 5.3 درجات يضرب وسط تركيا وتحذيرات من زلزال في اسطنبول إلى اللقاء اشتركوا في القناة